السلام عليكم أظهر إفصاح تنظيمي أمس الاثنين أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، يحوز حصة تبلغ 9.2% في تواتر، مما قد يجعله على الأرجح أكبر مساهم في موقع التدوينات الصغيرة. وارتفعت أسهم تواتر بنسبة 26% في تداولات ما قبل الفتح بعد الإفصاح، والذي يأتي في أعقاب تغريدة ماسك بأنه يفكر بجدية في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي. وارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك متى وسناب المالكة لتطبيق سناب شات. ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في تواتر، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار بناء على إغلاق السهم يوم الجمعة. ولدى ماسك، الذي يستخدم التواتر بكثرة أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009. شكراً على المشاهدة، ندعوكم لأشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكراً للمشاهدة شكرا